وكالة تنبقى الشرق الأوسط الدولار يتخطى حاجز 30 جنيها بتعاملات البنوك البنك الأهلي يعلن وقف شهادات 22.5 و25% غدا والحصيلة تسجل 260 مليار جنيه ومبارح كان بنك مصر باسف 290 مليار جنيه ومبارح كان بنك مصر اتكلم أيضا على وقف الشهادة بكرة غدا وكانوا مبارح بنك مصر بتكلم على 140 مليار جنيه وبتلح حققه أكتر من 60% من المستهدف من حصيلة هذه الشهادات حاجة يقولك إيه أول ما اطرح الشهادات قالك فشلوا وعملوا الشهادات جايبة 290 و140 ده يبقى فشل يعني محد ما فيش قبال دنت الفشلة ده اللي قال كده هو الفاشل لما طرح الشهادات قالك شفت محدش بيروح محدش بيروح عشان دلوقتي فيه يقولك 75 ألف عميل دخلوا جداد جداد من ساعة إعلان الشهادة لحد النهاردة 75 ألف ما كانوش قبل كده عملاء عندهم ما كانش اليوم أي حسابات أو وداع عندهم بقى النهاردة عملاء جدد انضموا للبنك الأهلي تفتكر ده نجاح؟ يعني ما البنك الأهلي يحقق 290 مليار وبنك مصر حقق 140 مليار مبارح هو ده نجاح ولا مش نجاح؟ طب إيه النجاح عندكم يا تنظيم إخواني يا رهابي تفتكروا يعني اللي انتوا الأول محدش راح محدش اشترى لا الناس راحت واشترت والناس ده الشراء الأرقام اللي قدامكو ديت ثقة ثقة من الشعب لمؤسساته المصرفية دي ثقة كبيرة لو ما عندهم ثقة بحدش كان اشترى فعلا بس لا دي ثقة شهادة ثقة عايز أقولكو الأرقام اللي قدامكو 92 مليار بنك الأهلي 140 مليار بنك مصر شهادة ثقة كبيرة من الشعب المصر آفي عائد كبير نعم عائد ضخم نعم عائد ضخم طبعا ما بقولكش لأ 25% عائد كبير في سنة فيش حاجة هتجيب العائد ده يعني اللي بيحط له مبلغ كذا ولا بياخد عائد بسم الله ما شاء الله يعني أو 22.5 ولكن عايز أقولكو في بنوك تانية أخرى بدأت كمان بنك الأهلي وبنك مصر يخلصوا بكرة بنوك تانية طرحة شهادات كمان تانية بنوك خاصة شغالة وبالتالي إنه المسألة مستمرة فيه بلد يا جمع فيه بلد وفيه اقتصاد وفيه حاجات تتحرك رئيس الوزراء النهاردة كان عامل كان حاضر مؤتمر مهم أوي هتكلم عنه سي آي كابيتل للإستثمار هتكلم عنه بعد شوية لأنه مهم جدا رئيس الوزراء النهاردة دكتور مصفى مدبولي تكلم النهاردة يعني طيب خلينا نروح نكمل أخبار لسه هو بتكلم حضراتكم الدكتور مصفى مدبولي النهاردة رئيس الوزراء المصري ملتزمون بمرونة سعر الصرف وتأمين احتياجات السوق من النقد الأجنبي كان بتكلم النهاردة في مؤتمر سي آي كابيتل للإستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقي رئيس الوزراء النهاردة بتكلم على أخبار إيجابية قالك إن نحن نخطط لتحقيق معدلات نمو خمسة ما بين خمسة وستة في المية خمسة في 14 وستة في المية في عام 25 يعني خلال السنتين اللي جايين معدلات النمو لتكلم عن رئيس الوزراء خمسة في المية في عام 24 وستة في المية في عام 25 وتحقيق فائد أولي يزيد عن 2.1% في العام المالي الحالي 23-24 والصعود بهذه النسبة مستقبلا إلى 2.5% اتكلم على رئيس الوزراء كمان ده خبر كمان إيجابي جدا على تخفيض مستويات الدين العام إلى 78% ما بين في العام المالي 26-27 وعشرين اتكلم رئيس الوزراء رقم مهم أو أقوله لكم قبل ما تكمل الأخبار قبل ما تكمل الأخبار أصل ده كمان رقم كاشف رئيس الوزراء النهاردة بتكلم أمان مسلسمرين أجانب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعرب وغيره يعني الحضرين من ديسمبر للنهاردة بنتكلم في شهرين خلال شهرين مصر أفراجت عن بضايع من المواني بكام خلي بالك من رقم خلي بالك من رقم 14.5 مليار دولار ده في شهرين ده في شهرين حضرتك يعني عندك 14.5 مليار دولار خرقتها عشان أدخل بضايع اللي كانت في المواني والرقم ده مش يقولك حاجة تكروا يقول لحضراتكم حاجة ولا إيه هو أنت لما عندكش النهاردة عائد وإراد دولاري هتقدر طلع الرقم ده عشان أدخل مستلزمات إنتاج ودخل حاجات ودخل بضايع ما عندناش دلوقتي المواني تعود كما كانت قبل الأزمة تعود خلاص وفي ناس عايزة كلهم يقولك هي المواني أيها المواني خلاص رئيس وزراء قال والنهاردة قالك 14.5 مليار دولار خلال شهرين ده رقم كاشف أنا بقول للمواطن لو ما عندكش دولار داخل عندك وإراد داخل عندك مش هتطلع ولا مليار ولا مليار ده بند ده بند بند واحد ده بند واحد ليه؟ للإفراجات البضاع التي كانت موجودة داخل المواني المصرية اللي كانت تقريبا من مارس وإحنا جايين خرقتها في خلال شهرين مقابل إنك ما هديه فلوس أهو ده رقم 14.5 مليار دولار ده بيقولك إيه؟ ما هو ده اللي هيعملك التوازن في السوق لما أنت تشغل النهاردة بكامل انطاقة الطاقة بتاعتك في المصانع يعملك التوازن فيه على سواق لو إحنا بنتكلم بقى على السعر وعلى الأسعار وعلى وعلى والحاجات اللي إحنا بنتكلم عليها كل يوم والناس بتقول هو ده ده اللي بيعملك ده بس هو الرقم اللي إنت حذرك تقف قدامه إنه ده اللي كان لما كان رئيس الوزراء في بناء اسكندرية وقال إن إحنا عندنا 14.5 مليار دولار قادي النهاردة بيقولك أفرجنا ما عندناش حاجة في المواني اللي كان قديمه خرج اللي وقيمته 14.5 خلاص ما بقاش عندك مشكلة هيبقى عندك طبعا هتيجي فيه سفن جالك كل يوم وحوايات جاية كل يوم وبضايا جاية كل يوم فيه شعب يا جماعة بيستهلك فيه استهلاء فيه شعب بيستهلاء وفيه مصانع بتشتغل وفيه أهو في اليوم ده ده اليوم اللي أعلم فيه رئيس الوزراء عندنا في المواني 14.5 مليار دولار اليوم رئيس الوزراء بيقولك إيه أفرجنا عن بضاقع الحكومة والجهز المصرفي أفرجها عن بضاقع بقيمة بقيمة تزيد عن 14.5 مليار دولار منذ ديسمبر الماضي ده أمر إيجابي ولا ده أمر زعل حد تفتكروا يعني نروح لباقي الأخبار ده تصبح الوزراء ثلاث أعوام على جائحة كورونا منظام الصحة العالمية والمدير منظام الصحة العالمية تيادروس النهاردة بيعلنوا تقرير الصحة العالمية تبقي حالة الطوارئ القصوى بالنسبة لكورونا قالوا لأ الإجراءات زي ما هي وكله زي ما هو ولسه مش هنقدر نقول إنه كورونا اختفت ما اختفتش فيه 6 مليون واحد ماتوا 6 مليون حالة وفاة منذ 2019 لحد يوم 27 يناير لحد أول مبارح 6 مليون وفيه 725 مليون إصابة على مستوى العالم لحد يوم 27 يناير شوفوا الأرقام فقال لك عشان كده لازم الطوارئ تبقى موجودة في كل دول العالم إيه اللي جاي ده خبر نتكلم عليه تقريبا تقريبا شبه يومي التحاق اللي بيحصل في الوقت المتحدة الأمريكية أزمة عالمية تلوح في الأفق ربنا يقصه ليه؟ حالة تخلف أمريكا عن سادات ديونها أمريكا عليها ديون 31 تريليون دولار وهناك أزمة ما بين الكونجرس اللي بيتزعمه دلوقتي الرئيس مجلس الجمهوري كيفين مكارسي وهلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربع بعد بكرة عشان يشوفوا إزاي أمريكا تتجنب التخلف عن سادات ديون 31 تريليون دولار تريليون تخلي بالك دولار قال إنه الرئيس الأمريكي قال إننا لن أساند ولن أتفاوض في هذه المسألة الخاصة بسقف الدين العام قال أي إجراءات في هذا الأمر هستخدم حق النقب الفيتو وهستخدم كل ما لديه من صلاحيات وإنه مش هتفاوض مع مكارسي ولا هتفاوض مع الكونجرس أنا هاخد إجراءات لأنه لازم أحم أمريكا لأنه حماية أمريكا من الديون دي لأنه قد زي ما قالت وزيرة الخزانة جانت ييلين قالت إنه تخلف أمريكا عن سداد الديون سيؤدي إلى أزمة عالمية قبرى العالم لا يتمنى ولا يريد وليس في حاجة أبدا أنه العالم لأنه هيؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا وأنه ده هيكون فيه زيادة لتكاليف الإختراض وسيقوض مكانة الدولار لأنه هو عملة احتياطية دولية يعني قالت ده هيؤثر على الدولار كعملة احتياطية دولية وهيؤثر على كمان هيزود تكاليف الإختراض وهيؤدي إلى مشاكل كبيرة وقالت إنه بناخد حاليا تدابير استثنائية لخفض الديون الخاضعة للسقف المحدد وتجنب التخلف عن السداد بنتكلم على 31 تريليون دولار وبالضبط الرقم 31 تريليون و400 مليار ده ديون الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة في العالم أكبر دولة في العالم قادة ديون اللي عليها وقادة المشاكل اللي ممكن تتعرض لها أمريكا فرنسا بكرة فيه دعوات لمظاهرات حشدة في فرنسا مئات الآلاف بكرة دعوات وفرنسا بتدفع بـ 11 ألف شرطي لمواجهة الاحتجاجات عن نظام المعاشات اللي الرئيس الفرنسي ماكرون بيعمله بكرة تكون غدا التظاهرات تظاهرات بكرة مئات الآلاف من الفرنسيين يخرجوا لمختلف المدن بما فيها العاصمة الفرنسية باريس وبالتالي هناك دفع بهذا العدد الآائل من الشرطة الفرنسية أمريكا تحذر من هجمات إرهابية محتملة في تركيا طبعا سفار الأمريكية في أنقرة وأيضا عدد من سفارات الأوروبية منهم فرنسا كانوا أعلنوا اليومين اللي فاتوا منه ممكن يحدث يعني وبيحذروا الرئيس عفتاح السيسي النهاردة خلال اللقاء مع أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية الرئيس السيسي أؤكد علاقات الشراكة الإستراتيجية الممتدة بين مصر وأمريكا الرئيس السيسي الدور الأمريكي مهم ومؤثر لحل أزمة السد الإسيوبي وزير الخارجية الأمريكي لابد من وجود حل نهائي لقضية السد الإسيوبي أو سد النهضة وأنا ما بقولش عليه نهضة سد إسيوبيا شكري يتوجه إلى موسكو لبحث تعزيز على قصة صنوية لأنه مهمة قوي كمان بقول لها حاكم لسه بلينكين عندنا النهاردة وزير الخارجية على طول إلى موسكو في لقاءات مباحثات صنوية مع وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف وفي مباحثات مع وزير التجارة أيضا والصناعة في روسيا وأيضا مباحثات مع مسؤول مجلس الأمن القومي الروسي وزير خارجية عنده سلسلة لقاءات مهمة جدا وحضراتكم عارفين طبعا حصل روسيا من عشر تيام لما اعتمدوا التعامل بي الجنيه المصري والجنيه المصري بالنسبة يكون عملة معتمدة في البنك المركزي الروسي وكل يوم بيكون في تحديد لقيمة الجنيه أمام الروبل الجنيه بيوازي 2.3 روبل عملة الروسي اعلان حرب بريطانيا تدعو إلى المواجهة المباشرة مع روسيا مسؤول لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس العموم بريطاني النهاردة بيقول بهذه الطريق قال ما احنا كده بند دعم وبند أسياحة وبند دي وبند دي خلاص ما هي الحرب بقت مواجهة بيننا وبين روسيا وليه منواجه روسيا خلوا بالكو فيه تلاسن كبير ما بين روسيا وما بين بريطانيا وهذا التلاسن وفيه اتهامات ما بين البلدين وتصعيد زي كده يعني تصعيد كبير في التصرحات ما بين مسؤولين في روسيا وبريطانيا رئيس الأركان الروسي لوزير الدفاع البريطاني روسيا لن تتعرض للإزلال بعد اليوم الكلام ده جاي على لسان وزير الدفاع البريطاني البي بي سي عاملين في الموسائقي واخدين فيه أراء مسؤولين لإنجليز منهم وزير خارجية رئيس الوزراء جونسون ومنهم وزير دفاع ومنهم اللي حصل إيه في قصة الحرب الروسية الأوكرانية فقال إن أنا قبلت كنت بتكلم مع رئيس الأركان الروسي فقال لي التصرحات دي لن نتعرض للإزلال بعد اليوم جونسون في الفيلم الوسائقي هيتزاع النهاردة هو ثلاث أجزاء هيتزاع النهاردة وبكرة وبعده بدء الكشف عن بعض المعلمات فيه جونسون للبي بي سي بوتين هددني بتدمير بريطانيا في دقيقة قبل حرب أوكرانيا قال إن أنا كنت بتكلمه قبل 24 فبراير وخلال المكالمة مكالمة مطولة وشرح جونسون خلال التقرير المكالمة كانت مطولة مع الرئيس بوتين وقال إن بوتين وأنا بقوله على إن أوكرانيا وتنضم للناتو وقال له لأ ومش دلوقتي ومش هيحصل وفي الآخر قال له ما معناه كده جونسون بيقول إنه قال لي إن أنا ممكن أدمر بريطانيا في دقيقة واحدة الكريملين بيرد تصريحات جونسون عن تهديد كوتين بضرب بريطانيا بصاروخ كاذبة الكريملين بيقول هذا لم يحدث الصين كيدة الصين أمريكا تصب الزيت على النار لتأجيج الصراع في أوكرانيا المفاوضية الأوروبية ألمانيا أكثر دول التحاد الأوروبي تضررا من الأزمة ارتفاع أسعار السكر يزيد من مرارة التضخم على الأوروبيين بالسبب حظر أوروبا للديزل الروسي مخاوف كبيرة من ارتفاع عالمي في الأسعار هم محددين حوالي 100 دولار وهيتم الإعلان خلال الأيام القادمة وبالتالي إنه ده فيه مخاوف إنه هيؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار بوريل جوزي بوريل المناسق لأعلى السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي سؤل عن الدول الأفريقية والتعامل مع حركة التجارة مع روسيا بينها وبين روسيا فقال إيه الاتحاد الأوروبي لا يمكنه منع الدول الأفريقية من التجارة مع روسيا إنه أفريقيا الدول اللي تتعامل مع روسيا من قدرش نمنعهم من قدرش نروم تتعاونوش أو يبقى فيه حركة التجارة بينكم وبين روسيا زيادة حد للفائدة البريطانية تلوح في الأفق الضغوط تتفاقم على المقترضين بنك الإنجلترا عنده اجتماع يوم الخميس زي عندنا البنك المركز المصر عنده اجتماع يوم الخميس البنك الفيدرالي الأمريكي عندهم اجتماع بكرة وبعد عشان ياخدوا قرار ويرفعوا الفايدة زي ما قلنا لحضراتكم اليومين اللي فاتوا يرفعوا الفايدة في أمريكا البنك الفيدرالي وبالتالي توقعات أنه بس هنا البنك إنجلترا توقعات أنه يرفع أسعار الفايدة رفع نسبة كبيرة وأنه دي هتؤدي إلى مشاكل يعني هتؤدي لأنهم عايزين يعني موجهة التضخم اللي بيحدث ولكن ده هيؤدي إلى مشاكل كمان خاصة بالناس خسارة قياسية لصندوق هونغ كونغ السيادي 26 مليار دولار العام الماضي 22 المجاعة تهدد 22 مليون شخص في منطقة القرن الإفريقي بنتكلم على أسيوبيا بنتكلم على الصمال بنتكلم على العدد من الدول في هذه المنطقة عندهم مجاعة في منطقة يعني بشكل بنتكلم على أرقام مفزعة برلمان العراق يطالب البنك المركزي بعودة استقرار سعر صرف الدولار والسريت جورنال ونيورك تايمز الاتنين في نفس الوقت إسرائيل استهدفت منشأة عسكرية في إيران اللي كنا كلمنا عليها مبارح واللي هو الضرب اللي كان حصل لإيران أو المبارح مساء السبت أو فجر الأحد فجر الأحد كانت الضربة اللي وجهت إلى فهنا الوسائل الإعلام الأمريكية بتتكلم على أنه إسرائيل هي اللي ضربت مشروع سعودي إماراتي عملاق على أرض الحزب الوطني المحترق في ميدان التحرير فاكرين حضراتكم في يوم 28 يناير يوم الخراب لما حصل حرق مصر جماعة الإخوة الإرهابية حرق كان مقر الحزب الوطني في ذلك الوقت المكان دلوقتي طبعاً تم يعني إزالة مقر الحزب الوطني وهيكون فيه مشروع للسسماري لأشقاءنا في المملكة العربية السعودية وأشقاءنا في دولة المرات العربية المتحدة واللي بنحييهم ونقدم لهم كل التحية والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة المرات العربية المتحدة مشروع ضخم هيكون هنا على كورنيش النيل زي ما حضراتكم شايفين مشروع سسماري ضخم بورجين زي ما أنتم شايفين كده ناطحتي سحاب هيكونوا زي ما أنتم شايفين كده مشروع استثماري سياحي عملاق في هذه المنطقة مع صندوق مصر السيادي ده بيتم بالشراكة أيضاً مع صندوق مصر السيادي